موسيقى موسيقى لما شغلتنا الزلاف المخزن والله لكننا جبنا جبتوا دكار هنا السلام عليكم هو عبدو عزيزي السلام عليكم سلام عليكم عزيزي من القاعد والله يا أهد أفزاق نبيك يا أخي قلنا سواب و التوارب الحمد لله والله أسمعني لديك العافظ يأخذين عليك الله 2 كيلو جبنا أنت بدأ جيت لما أنت جيبت جبنا أمسك شيئا صحيح موسيقى طفل السلام عليكم موسيقى هل هي دوكان موسيقى موسيقى هل تقدر على جبنا هذه هسيتها؟ جبنا بأنهم طيب باعه بسي يا جماعة جبنا جبنا يا ولد جبنا هل هي وديها لك البات هل اجبنا؟ هي وديها البات هي وديها لك البات هي هل تجيبها؟ تقيلة؟ لا تقيلة شو ما ها قلت لأِلت نجل عمونا كم؟ واحدة أجد نجل يا أحي نجلے على كونتر أنا قال الفرق في صفيحة سلح ظهر تقدر علي صفيحة الصفيحة دي لدي أخدها قرد عديل عشان تشتريها رجع ديني كروشي خلاص أنا أريد أن أرى أنا لا أقصر معك لا أريد أن أقصر بحق جملة ديني كروشي لا جملة لا 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 والله بلدية جاية أحسي في رش رجع أسمع أقليبة في صفيحة جوة بكت غالية وقت ما أقشر البلد يجيبكم أقولوا مع الرجال هنا يجلحق لنا النار هنا يب أحلي لك يبقاعدكم السلام عليكم قاعدكم هنا أنا من هنا المطار طوالي يا أزول أشرب شاي شاي أشرب ميت أشرب شاي خليته لك الله العظيم المقتربين نلغيته أحياني خلاص أهلا يا عليك الله يجيب لنا حاجة كده للمقتربين يقدروا يشتروها ما قادرين يجيبنا حق هذا جحالة دي أحياني خلاص لا تباعدين لا قلام لا يجي شي بس إحنا نهيش في الضبان اليوم كله نهيش في الضبان بس بلد ديقة ما فيه غير الضبان غير الضبان ما فيه حال السلام عليك نباكم في حلقة جديدة من برنامج زول كافر أشوف العناوين ونجي نهيش ضبان آه نجي نتكلم في الموضوع في حلقة الليلة هنتكلم عن مؤتمر الدول الأقل نموا في العالم ومشاركة السودان بتمثيل من الفريق أول عبدالفتاح البرهان هنتكلم برضو عن زيارة حميتي الإمارات وعن خطاب ألقاه حميتي لقوات الدعم السريع سنجي نتكلم بعد ذاك في فقرة الجنبة عن موضوع غلال مائي السلام عليكم وحبابكم ومرحبكم تاني زي ما شايفين يا جماعة الحلقة اسمها اشنو؟ مادي كورتو ما الكورة اللي انتو بتعرفوها يعني الكورة اللي قدمها أو أي نوع من النوع الكور لا هنا بنتكلم عن الكورة والكورة هي في السودان أشرح لي؟ دقيقة بس يا جماعة دي الكورة وعندها استخدامات كثيرة طبعا نحن عنده بالله عليكم الله عزيزي المشاهدين الغير السودانيين اكتبوا لنا دي في بلدكم بتسموها اشنو؟ المهم فدي ممكن مثلا تاكل فيها تخوت أكل هنا عصيدة بتاع كورنيفليكس للناس الهايهاي ويس؟ والأكلات البلدية للناس الواي واي يعني منتهين ممكن تشرب بيها برضو بتساعدك على شراب موية بتاع خصوصا ان الناس اللي تحب تشرب لبن الجمال في الكورة ومجاية كده الظهات اللبن بكون يعني حاجة جميلة وممكن برضو البسيطة اللي انت شايفها عزيزي المشاهد دي ترفع اقتصاد بتاع دولة كاملة الاستغرب ليه؟ عشان كده احنا سمينا الحلقة يصيبها مادة كورتو والمثال بتاع مادة كورتو في السودان اللي هو بكون الناس دولة الماشي وبشحت يعني يمد الكورة كده عشان يخده لأي شيء اي شيء في الكورة دي يأكل ويشرب ومهم يمشي يوم يعني عشان كده احنا سمينا الحلقة دي مادة كورتو اتوقع كده وضحة الفكرة يعني فبمناسبة مادة كورتو وما مادة كورتو طبعا زي ما عارفين إحنا طبعا كورتنا ما شاء الله حيمة في أي حتة الايام بالفترة الأخيرة وفي جميع المجالات وفي جميع التخصصات فأول كورة تمدت كانت طبعا زي ما ينتم عارفين في مؤتمر الدول الأقل نمويا في الدوحة مشت كورة تمدت هناك وبعد ذاك طبعا عندنا كورة برضو مشت تمدت في الامارات وعندنا كورة تمدت في السعودية فنبدأ مع أول كورة في الحلقة دي وهي كورة شنو؟ كورة قطر واللي هو كان بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في مؤتمر الدول النامية نتابعنا جزء من الخطاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونجي راجعين نعلق عليه بذلت الحكومة الانتقالية في السودان جهودا كبيرة لتعقيد هذه الأهداف ففي العام 2019 وضعت الحكومة ميزانية وطنية قائمة على أهداف التنمية المستدامة لأول مرة في تاريخ السودان حيث خصصت موارد لإقطاعية التعليم والصحة أكثر مما خصصت لإقطاعية الأمن والدفاع غير أن الموارد الداخلية وحدها لم تكن كافية لدعم التحقيق الكامل لأهداف التنمية المستدامة طبعا بعد السلام والكلام الكثير يعني شايفين الكلام اللي قالوا ده لك الموارد الداخلية لم تكن كفاية أنها تدعم احتياجات السودان طبعا أكيد كيدي إحنا الدهبة عندنا الى تهرب قصد الدهبة يطلع من السودان كيدي ما كفاية أنه يدعم احتياجات السودان ولا طبعا أحدة من الموارد المهمة جدا عندنا في السودان له شنو؟ كله يجيب المواطن طبعا أكيد طبعا يعني ما في شك المواطن السوداني ذاته والله العظيم بيبالغ المفروض يعني يدعم أكتر يعني المواطن ده لازم يزيد الدعم للبلد عشان يكفي الخطط اللي خاتلناها للموازنة أو للميزانية بتاعة التلعام من كل سنة يعني في السودان والغريبة بقول لك أنه من 2019 تم تخصيص الميزانية للصحة والتعليم أكتر من شنو من الأمن وال عدت الحكومة الانتقالية إطارا للتنمية الاجتماعية وعدت رؤية للتنمية الاقتصادية والحد من الفقر تغطي الفترة 2021 2023 تقوم على خمس ركائز تتسق مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتبني أساسا اقتصادية لمسار النمو المتنوع الشامل تشمل تلك الرؤية الركائز استغرار الاقتصاد الكلي نمو الاقتصاد الشامل رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية السلام والتكافأ الفرص لجميع السودانيين الحوكمة والقدرة المؤسسية هذه الركائز تمثل الأسس التي وضعها السودان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واعتمدها ضمن أولويات الدولة احنا والله يعني قلت لك دي من أولويات الدولة احنا بقينا ما عارفين أولويات الدولة ذات وشني يعني بعدها هو السؤال هي وينة الدولة ذات عشان يكون في أولويات وما في أولويات يعني الوضع في السودان والله العظيم بيقام ها مفهوم مهائيا يعني احنا على متى الاستفامة ذاته المفروض نشوف حاجة غير لأنه يعني على متى الاستفامة ذاته بيقامت ما بتكفي وتعزيز الشفافية والحوكمة في مؤسسات الدولة أيضا تعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام لا حول ولا قوتي إلا بالأداء ده الحالة إن وزارة المالية كمان ما قدر تعززه كمان يعني الله جماعة أنا غايته أنا ما عارف زارة وإحنا بنعمل في جنوب أنا ما عارف يعني اللي يسمع الكلام دي يقول إحنا خلاص يا الوزارات اللي عندنا شغالة صح ولا شايفة شغولة حضورك كرام يصنف السودان من الدول العقل نموا عليك الله وصلنا في السودان من الدول العقل نموا ما يا صراحة ده خبر جميل يعني صراحة يعني أنا كنت وتوقع إنه سودان ده أصلا هما موجود ذاته مع الدول العقل نموا لأنه سودان ده صراحة أنا ما شايف فيه أي نمو يعني المفروض يكون في مؤتمر كده براه بتاع الدول المابتا نمو نهائيا نمو في شنو عليك الله كان قليل كان كثير الأقل نموا وين النمو نمو في السودان في شنو النمو في حاجة واحدة يمكن في سودان في ضيق الأخلاق والناس بيقاً مطايقة نفسها ومطايقة البلد هذا هي تتخارج بسrust ما في نمو في الحاجي ديت أو النمو في عدد المهاجرين والهاجين من البلد وصأبينه هذا النموهل هنا ده اللي حاصل في السودان لكن أي نمو ثاني ما في نموه حاصل في السودان ولا تقوش نفسكم ولا تقوش على المجتمع الدولي لأنه الدولي المعانا بيقولك إنه مجتمع على السودان الأقل نموًا يمكن فعل إنه عندهم نمو Over C πε والأكثر حشاشةً للتغيرات المناقهية مما يجعله عرض للتحديات البيئية وما يترتب عليه من موجات النزوح واللجول للمواطنين وإعاقة جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه الجزئية نخص عليكم والله عاملين إعاقة لجهود الحكومة في التنمية المستدامة الحكومة هس في السوداء شغالة عاها مستدامة في المؤمنين ليه كذا يا جماعة ليه ليه المجتمع الدولي وليه الشعب السوداني تعيقوا عمل الحكومة استشراقا واستشرافا لواقع أفضل تتجاوز به تعقيدات الفترة الانتقالية إلى الانتقال السياسي المنشود والذي نأمل من خلال التفاوض الحالي للقوى السياسية في التوصل إلى اتفاق يفضي في النهاية إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تكمل الفترة الانتقالية متين يعني هي كم هي تناس هلسي هم من قبل قاعدين بيسمعوا في فترة الانتقالية وفترة الانتقالية الفترة الانتقالية دي حتى تنتهي متين يا جماعة يعني الناس زيال عشان يدعموك ولا يدوك حاجة لازم يكونوا عارفين يعني تديم مدة زمنية انه احنا في الفترة ما بين كده ليه كده محتاجين كده عشان نصل للحكومة المدنية وتنتهي الفترة الانتقامية ما تخيل كلام غير ده الانتقالية لكن عائمة كده ده هسي ليه كده اربعة سنين فترة الانتقالية اهام حاصر شنو قال يتغير شنو يتغير شنو في السودان ما تغير ايشي والوضع كله مرة ماشي اسمن يعني من سيء الى اسوأ والناس اللي قاعدين هسي دهل في جاين المؤتمر عشان يدعموك يا ما دعموك ويكفوا معاك قبل كده كروش المشد وين الى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تكمل الفترة الانتقالية وتوصل البلاد الى انتخابات في نهايتها شفتا توصل البلاد الى انتخابات في نهايتها نهاية الفترة الانتقالية اللي هي ما معروفة كم نهائيا نهاي مفجر عارفة كم ما قال لك يعني ما قال لك توصل البلاد الى انتخابات في العام كذا ولا في الشهر كذا انتخابات نازية قال لك في نهاية الفترة الانتقالية يلا حل لك حل لنا الحل بلا احنا رايز ودعمنا في سبيل ذلك المساعي الوطنية والاقليمية والدولية وتوصلنا لاتفاق اطاري نأمل ان يغود البلاد الى بر الامان لتحقيق مطلوبات الامن والاستغرار والتنمية شكرا سيد الرئيس اتفاق اطاري ما هيتبيوه الكلمة حقتك وهالتفاق الاطاري ده سينا ما عارف حينتهي متين زاة هو زي الفترة الانتقالية قينا ما عارفين زاة وحنا نقول شنو ولا نقبل لكن على العموم انا نصيحة مني حاليا في الفترة الحالية دي انا الدولة المانحة دي ولا الدولة البتدي وبتدعم دي انا نصحكم ما تدو اي حاجة لما يبقى في حكومة في السودان ويتفهم الوضع شنو بعد ذاك ممكن شنو تبرعوا ولا تدوا ولا يمدلكم الكرة تملو عليهم والله هو صحي الكلام ده قالوا من يا ربك قبل كده شكتوا كلكم لفين العالم ده كله اي ذول من قول يدعم السودان قول له والله بعد تشكل حقوق المدنية اه يا ربي وانا اقول لي انتم مصرين علي انه فجأة كده ده بجيتوا دارين الحكومة المدنية الكاملة الدسم ها هداريتوا دارين الحكومة المدنية تجي عشان يقوم العالم كله يضخ قروش في السودان وتقوموا بعد يومين تقليبوها صح انا من الاول ما مرتاح ما مرتاح كده للموضوع ده فجأة كده بجيتوا دارين حكومة المدنية هاري الشرط هو عشان الناس دي تدبروش لازم يكون في حكومة المدنية هاري القصة ما ساي انا قدت الحفدة جايسة يعني من وين الحفدة فجأة كده دارين حكومة المدنية لا يعني وبعدا يعني غير ده كله طيب فهمنا انه الليلة هتجي حكومة المدنية يعني في شنو؟ طيب المشاكلة كانت حاصلة دي شنو؟ الكلام اللي بيقولوا بتاع الإعلام بيقولوا كلام ما عنده هي معنى لا لا يا ساعدتك لا لا والله لا لا يا ساعدتك يعني احنا كضابين ها احنا كضابين احنا والله يا غير بنشوف الحاصل بنقول بعدين الحمد لله دي الحاجة اللي احنا دارين على فكرة ما تفكر انه احنا مثلا الناس في الإعلام دارين نعمل فتنة بين الجيش ما تعمل سريع بالعكس احنا الحاجة دي خايفين منها ما تعمل علينا كلام ساعدتك يا احنا ما دارين اي زول في السودان اي شاكل التاني نهائيا ما دارين لا دعم سريع مع الجيش ولا جيش مع حركات مسلحة ولا ايش احنا عايزين الناس يتعيش في امن وامان دي كلها القصة لو قال لك السيد الفريق اول محمد حمدان دا قلوه انه في بشريات للشعب السوداني الله يشتر ما تكون زي البشريات حق الجبريل لانه بشريات الجبريل بعد طبال جات زيادات في الاسحر ما معروفة زادة جاي منها فلاك انت تخيل عزيز المشاهد بشريات حمدتي بوك تكون شونا اندا بدل تمطر مطر تمطر حصو حصو لا ما دارين اي بشريات عليك الله خلونا في اللي احنا فيه والله كيفاية الشعب السوداني تعب من البشريات والله يعني السوداني دار يشوف مشتريات دار يأكل دار يشرب دار يشوف بعينه يعني عيش عيشة المواطنة الكريمة لكن بشريات ما بشريات دي لكم الله يا اخوانا والله كفاية كفاية وعود وكفاية اي شو تبولوه لا حوله لا قوة الله بالله هاي صحي قبل ما انسى فيه كورة من الكور احنا نسيناها في الكورة المجهة السعودية كمان في زول مادي كورته هناك قال لك في اجتماع مطول مع معتصم جعفر الاتحاد السعودي لكرة القدم يتكفل باكمال المدينة الرياضية يا اخي انا اختصر لك الموضوع اي زود بتكلم عن المدينة الرياضية دي دار يكملها انا اقول له حاجة واحدة بس ما تقدر ما تقدر المدينة الرياضية كان كملت في السودان صدقون اي شي داني ممكن يكمل اي شي بتعمل شفت المدينة الرياضية دي لو جهزة كده ده اي شي داني في السواح يصلح ويجهز وده غشي كان كملت فزي ما شايفين يا جماعة ما شاء الله احنا الهالم ده كل شي اللي يدي فينا القروش بالسنين يعني من ايام زمان يعني يعني السؤال اللي يطرح نفسه اخوانا القروش دي بتمشي وين انا بس دراعي انا اوريكم القروش دي بتمشي وين باختصار شديد يعني القروش دي كلها ضايع في ورش وفي اتفاقيات وفي آليات وفي كلام فاض يعني مؤخرا قال لك الالية الثلاثية اعترضت على تكلفة الورش وقال لك ان الورش بتاعة شرق السودان بس بس شرق السودان كلفت 800 الف دولار ليكم الله يا جماعة 800 الف دولار ضايع في كلام فاضي في ناس قاعدة بتاكل وتشرب وجاية عشان ما تتفق قروش زي دي تضيح في حاجة اصلا ما منها فايدة ليه؟ واصلا انتوا وكيد عارفين نفسكم ما هتتفقوه ماشين وراكبين طيارات ولابسين بيدل وحارقين قروش في اي شي عشان شنو؟ كان القروش دي اولا بقى السودانيين استفقتوا من 100 الف دولار دي كان ممكن تعملها حاجة في السودان تدفر البلد كم يوم كده يعني تمشيوه ها تجيب لها جاز ولا بنزين ولا دقيق ولا دوة ان شاء الله يتوزع في الصغدريات للناس لانه اخصم بالله العظيم والحالة بيقات ما طبيعية يعني في السودان فالدول اللي بره قاعدت تدعم في السودان بتديق روش على اساس انه البلد تمشي لغاية ما تجي حقومة احنا قاعدين نشيله ونمشي ضيائعه في ورش وفي كلام فاضي ها؟ فانا شايف المؤور دي كلها وقفها والله واخير سات الدول دي ذاته ما تدعمه ولا تدين اي حاجة نعمل زي ماليزيا زمان نكفي للبلد البره بره جوه جوه تنتجوا تأكلوا منه بتنتجوا هو اللي بتصنعوه دارين تركبوا عربات صنوا عربات دارين تعمل اي شي اعملوا جوه البلد لغاية ما البلد دي تقيف على رجلة لكن طالما احنا تعودنا على مد الكور الموضوع ده ما هيقيف ما هيقيف ما هيقيف نهائيا ويا سودانيين عليكم والله احنا كحكومة وشعب النبط اللي احنا بنعمل فيه ده والحكومة دي السودان ده ما ناقصوا شي والله ما ناقصوا شي نهائيا اخ وش احده شينا يعني اعتمد على حاجاتنا ومواردنا ما اجيب المواطن مواردنا لالله بدانا لا جد جد وزي ما قال المرحوم ما محتاجين نشحد لا لا يا اخي لا لا اخ انا اقول لك المرحوم ما هنقدر تقتل الراجل يا اخي المرحوم المرحوم قال شنو فلنأكل مما نزرع ولننفس مما نصرع بس شنو عملنا الحاجة دي لا محتاجين مؤتمر ولا دول نامية ولا ما نامية انا كده خلصتك الهميش في الطبلية وكالعادة نقوم شنو نمشي الجنبة نشرب لينا حاجة كده ده ونشوف الحاصل شنو في الجنبة يا مساحل والله العظيم دي قصة غاية اوهو عبدو يا ملتي شنتك عبدو سلاتة يا مالا سلاتة 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 الأخمار الحمد لله والله والله بيقيت ماسك لك دولارات والله غاية اتصاب يا اخي والله لازم نعمل شنو لا ديني جمنا بالله لك اطحق معا لك دار شنو جمنا جمنا والله العظيم اصمع دخلي معاك كيف هذا؟ عندك زيلا كيف هذا؟ دولار دولارا سوي بيشنو؟ ده دي اشترابي جمنا سري جمنا بالدولار؟ انا دع تشرب هل تقدر نفسك ستار بوكس عبدو؟ ما أنا أنا بحا ستار بو ما يناهي ما لا 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 البلد غالي البلد غالي البلد غالي يعني ماذا هذه الملتحة لذولنا لا 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 بنا لديه انها تدريك يا زول المعتمة لا نشرب لك لا نشرب هنا لا نشرب لكن لا نشرب لك لم يجب لديك الدولار و أنا نفكر لديك ما هي في سودان أحين لديك دولار لا نأتونا سأحصي لك أموة جاجعة موية ? نعم سيكون لك ما هو الموية بسيطة الاسعار تصل لدولار ببنى أحمد الله حابة لمشاهدين نشوف غلا الاسعار وغلا المعيشة الحصول في السودان نشوف الناس رأيون شنو عندما رأيتك البقاء ببيع الدولار أخرى عليها الله نمشي أشرف تائم الجزهر واللاجك تاني شكراً ما زيادة الأسعار الله خيره أخوة العظيم زيادة مبالغ عديل مع رمضان الجايدة مشكلة كبيرة تاير بزيد السكر السكر لو بيتها لا تقبيه خمسة أي حاجة زايدة طيب لماذا؟ أخوة أي زيادة أشغال على كيف أخوة أي زيادة سيد نفسه الزمن يعني حكومة ذاته بقيت ما دارت شوف لنا حد الموضوع دا ولا ما عارف زيادة وحاصل يا والله التضخم شفتاك عم يمتدق البرازيل داك أنه لا كل سنة بتخش في حسابات جديدة يعني مهما إنت حسبت السنة جاي بيتتضرب معاك التضخم ما بزبط مهما حسبت ما حتزبط معاك ومرتبك لهول ما شاء الله على الحبة يهو يا الله ببركة الله مشيك بس ما معتر من كده والله الزمان كان الشخرة كويسة وميجيهانا معكلانا ومشربانا لكن هسي الحال بيقى صعب شديد وانحنا الليلة في حالة صعبة لعنى وضيحنا بيقى صعب هسي أنا شخالة شاي وإندي أولاد أربي فهم ومعجر البيت إيجار الإيجار بـ 250 وعندي أولاد أولاتي يعني مختاقين أبو ماتي ميت دو كله علينا انحنا والبلد ما فيها داخلي منظر داخلي عندنا أنا هسي الكباي زمان كان نبيع رخيصة السكر نبيع الرخيص هسي بيقى لينا بالخالي البن بيقى بالخالي ما عندنا أي طريقة يعني الواحد يعملها بقينا مكتفين بس نلقى ثمنا الأكل نلقى ومرة ما نلقى يعني حالة صعبة شديدة حالين نواقفة تماما تماما يعني نعمل شنو في الحتة دي إلا إنت تزيد قباية الشاي زدتها بقولوا غالية خليتها ما عندك أي طريقة قدرت ما دارين أوقف الحالة ما وكفت والله الأولاد ما قصروا جاهدوا معانا يعني لينا أنهنا بأجلنا عن إحنا ما قصروا لكن ما قصروا طريقة توقف الخالجي حس يقولوا ما يوم بيتين ومظاهرين في أجلنا عن إحنا المساكين طبعا في الفترة الأخيرة زي ما عارفين نازلنا السودان عشان نصور ونجمع على الناس من الثارة حيناك للأسف الشديد لجيت أنه وضع في السودان بيقى أسوأ من المرة الفاتتة لأنا مشيتها يعني فيه خلال كم شهر تلقى الوضع دائما ماشي أسوأ من المرة القبلة وما في زول يعني طائق يعني أنه يستحمل أي حاجة من أي زول يعني أنت لو مسكت الدكتور زهجان المدرس زهجان الضابط زهجان بتاع الجزارة زهجان سواق الحافلة زهجان يعني أي زول في السودان انت لو لمسته كده ده ممكن يطرشك فيك يعني المواطنة السودانية ذاته بيقى قموا له موقوت بيقى لغم حايم كده ده في البلد أقل هبشة بنفجر فيك طبعا الحاجة دي إحنا لو جينا رجعنا للسبب الأساسي فيها من هو غلاء المعيشة غلاء المعيشة وضيق الحال في السودان أو ضيق العيشة زهتة في السودان فغلاء المعيشة عندنا في السودان بيقى القصة ما قصة الدولار يا جماعة إحنا ما ميزتنا إحنا سودانين دائما بنافجتنا شماعة شنرمي فيها أي غلط القصة ما فيها هي أنه الجشعة بيقى ظاهرة في السودان يعني كل واحد دارين هشتاني عشان هو يعيش يعني الليلة التاجر ما مهم عنده وانت تشتري ولا ما تشتري هماش انه بطاعته تتصرف اذا انت مشتريت في غيرك بيشتري ما واقف عليك هو يعني فالاسعار بيقى فيه تضخم وبيقى فيه حاجة مبالغ فيها يعني الواحد لما يجي قارنة ان انت الليلة بتدفع مثلا في وجبة في السودان كم وتقارنة بيبر حتى في الدول زي ما بقولوا الغالية شديد تلك انه انت في السودان بتدفع اكتر يعني بتدفع برك اي شي في السودان ذات اي شي في السودان بيقى غالي البيوت والاراضي اغلى من العالم كله مرحبا بيك والله عمرك كم سنة؟ عمره عرب اغطار سنة وولد عام 2008 ما شاء الله اه محاوي انت مسؤوليتك شنو؟ كيف؟ يعني انت شغال بتصرف على منك؟ والله يعني علي الحاجة وعلي البيت انت الكبير؟ انا الكبير وما كذب عليك الله الله تديك العادة اه اي مساعد ابوي في اي حاجة بتقرأ ولا ما بتقرأ؟ القرأ اذول قرأ يخلينا القرأ عمله شنو؟ اه القرأ عمله شنو؟ كيف عمله شنو؟ اه عندك جروش زي القاري عندك جروش اقعدت يوم بس وميه لما الليلة تشوف انت مثلا شاب زي ده يطلع يخلي قرايته عشان يعيل نفسه يعيل اهله تقول شنو؟ ود عمره 14 سنة المفروض ده في الوقت ده وفي الزمن ده تكون قاعد بيقرأ الود لما انجنع لما قلت له اقرأ وكمل قرايتك شوفه قال شنو؟ القرأ يخلينا علي قرأ عمله شنو؟ وفعلا الحاجة ده على فكرة لانه بتجد احنا شايفين في الفترة الاخيرة في السودان بتجد القرأ عمله شنو؟ لانه البلد طبعا زي ما شايفين وزي ما عارفين يا ترفع سلاح تاخد منصب فيتقعد يا انه انت بس تشتغل تجيب حقك بيدك فالحاجة ده بيقيت مؤسفة شديد انه الليل احنا بسبب غلال المعيشة بقينا نشوف كثير من الاولاد والشباب بيطلعوا بخلوا قرايتهم ويضحوا عشان يشيلوا الاسر او يشيلوا البيت والموضوع ده ما قصة انه زمان كان والله العظيم مثلا بينشوفه حتى في كثير من المسلسلات العربية انه في كثير من الدول العربية مثلا واحد بيكون ابوهم متوفهم ومتوفية فبقوم يشتغل ويضحي الكبير عشان يقرر اخوانهم يعلمهم ويكبرهم ويطلع منهم شنو؟ ناس ناجحين ونافعين ليبلدون ولنفسهم لكن حاليا يعني العيلة كلها بتكون موجودة والعيلة كلها شغالة ويا الله يا الله يكفوا بزي ما بقوله شنو حقه اليوم بليوم فالسودان وصل لوضع يعني صراحة بخوف وإحنا عندنا في السودان ما في رقاب عليه فكثير من الناس في السودان يعني حاليا في الفترة دي خائفين شديد خصوصا انه داخل رمضان رمضان على الابواب زي ما بقوله طبعا عارفين احنا عندنا تجار الازمات في السودان يعني ما شاء الله يستغلوا فترة رمضان دي عشان يغلوا اسعرية شو مين هسي في ناس قال لك بدت شنو؟ قد ازدس السكر والدقيق والحاجات دي عشان جاي الرمضان وعارفين انه احنا شعب مستهلك ما منتج لانه كنا شعب منتج ما كان بيكون بالحالة الله المستعان والله يعيننا يعني احنا كل حلقة بيقيت بس بدعي انه الله يصلح الحال يعني في واحد من الاخوان السألناهم يعني قدم اوجه رسالة مباشرة للحكومة نشوفه مع بعض النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته فنحنا في رعايتكم انتم كمسؤولين على مستوى هرم الدولة يا جماعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير ما ما ممكن نحنا كل يوم نكون في زيادات بتاعة ازعار كله برجع على المواطن المواطن ده شنو؟ هو المدأثر هو في النهاية برجع عليه والعب يا جماعة رأفة وشفقة ورحمة بالمواطن طيب يا جماعة قبل ما نختم فقرتنا ونختم حلقتنا زاد يعني زي ما أخونا ده أقدم رسالة واضحة للحكومة أنا أقدم رسالة واضحة للتجار عليكم الله يا جماعة ها يعني دخلين على شهر فضيب وشهر يعني شهر رحمة فأرأفوا بحال الناس لأنه يعني شهر ده للعبادة وما أكلوا شراب بس يعني نعمل زول بيأكل وبيشرب عشان يقدر يعيش في يصوم ويأدي عبادات لكن بس أرأفوا بالناس واعتبروها يا أخي في ميزان حسناتكم ومن يعني نوع من أنواع الزكاة لأنه إحنا إحنا العالم كله عارفنا ومشهورين بأنه إحنا بنقيف مع بعض وبنتكاتف مع بعض ومشهورين بأنه إحنا في رمضان ده بالذات كمان بنوقف الغريب في الشارع وبنحلف على ولا ينزل يفتح وياكل ونتأكد إنه أكل وشفع حتى نخليه كمل طريقه فما جات على كم في المية واحد ولا اثنين في المية نسبة جشع وطمع تضيع عملك وتضيع على البلد كله معك أنا يعني أتمنى الكلام ده بالجد يصل لجميع التجار وحاولوا إنه يتذكروا إنه يعني شنو ده الأخوانكم ده بلدكم ده الأخوانكم والقصة ما أكلوا شراب بس يعني هم ما تجار الأكلوا الشراب بس حتى الدواء يعني الدواء في السودان إن توفر بقى في غلاء ما طبيعي والله هو الدواء طبعا اتفع في الفترة الأخيرة نسبة لارتفع الدولار والحالة الاقتصادية بتاعت البلد وكده عشان كده المواطن بعاني وأنا ذاتي بعاني والله يعني عشان يعني أنا وصلت أسا لربع المشتروات بتاعتي يعني أنا دمان كنت ببيع كويس لكن أسا بقى المشتروات بتاعتي المبيعات بتاعتي بقى قليلة يعني قلت وأنا ذاتي بعاني عشان أقدر أسدد شيكاتي وحياتي وكده وده كل بنتبه لإنه الحالة الاقتصادية المهم يا جماعة أي حاجة في السودان بيحصل فيها جشع وغلاء بتأثر على الحاجة الثانية كان زادة البنزين بيزيد باقي الحاجات زادة العيش بيزيد باقي الحاجات زادة الدواء بيزيد باقي الحاجات فدائما نتذكر إنه إحنا حاليا البلد في وضع صعب وحريب يعني أخذ فايدتك بالمعقول لكن ما في داعي تدبل الحاجة في أسعار خرارية كده انتهت الفقرة بتاعت الجنبة لغاية ما نجي الأسبوع الجاي إن شاء الله نتكلم عن كمان موضوع السماسر ونشوف المفاجآت اللي حات شوفوها فيها وشنو وزي ما عودناكم يا جماعة إنه دايماً قبل ما ننهي الحلقة ونشوف فيديو الأسبوع اثنين ثلاثة يوم اثنين ثلاثة نحنا جهزنا إلى الدق وما في سعر زرعنا البصل ما لقينا في حاجة زرعنا القمح دايما يجهز للدقاقة ما في حاجة دايما يشافين البيان بالعمل ما في حاجة بنفس الطريقة دي نفوت ريكم ساكت لا جبريل ولا مغيره يلا أنا خطاها بس هنا يا جماعة الفيديو يمكن التصوير ما واضح لكن بيوصل المعاناة وبيوصل الإحباط اللي بيطليه الزولة فعلاً مشى وتعب ودائر يزرع عشان فعلاً هو يعني يفيد ويستفيد ان احنا دايما بنتكلم عن الزراعة فإذا كان الزراعة عندنا في سودان بتتعامل بالطريقة وما في دعم للمزارع ولا في دعم لأي شيء يعني المحصول داستي كده بالعربي زي ما قال الزول داك هتو حيروح الفاضي كله وفي ظلم إنه يعني شوف القمح راقد احنا شايفين عندنا أزمة في الخبر في سودان فوالله العظيم يعني قمة التناقض وشيء مؤلم بالجد أما بالنسبة للموضوع الزراعة والحاجات دي كله جاي وحنتكلم عنه بالتفصيل أنه ذاته موضوع الزراعة والتصدير والحاجات دي يا بلاوة كثيرة حاصلة في السودان اللي يا جماعة أدونا تعليقكم على الفيديو بتاع الاسبوع دا وبكده بكل بساطة نقول لكم وصلنا معاكم لنهاية الحلق ما تنسوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي للقاصة بالتنوزان العربي محمد عيام ومن هنا لغاية ما نلقاكم الاسبوع الجاي بإذن الله تعالى الحياة إليكم محمد عيضة والسلام عليكم اشتركوا في القناة